موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكو في حلقة جديدة من برنامجكو كشف مستعجل الحلقة بتاعت النهاردة يمكن من اهم الحلقات بتاعتنا لان هنتكلم فيها عن اكتر حاجة مهمة واكتر اسئلة بنتسئلها هي زراعة الاسنان زراعة الاسنان بشكل مختصر تماما هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان انا عندي درس خلعته او درس مفقود بقاله فترة طويلة او درس هخلعه في الفترة الحالية محتاج ان انا اخلعه لسبب ان هو مش هينفع ان هو يتصلح تاني خالص وبترجع لتقييم الطبيب ان هو خلاص قرر ان الدرس ده مش هينفع ان هو يتعالج تاني خالص لازم ان هو هيتخلع بزراعة الاسنان زراعة الاسنان هي نوع من انواع العلاج او طرق العلاج اللي بنحافظ بيها على تعويض الاسنان المفقودة هنبدأ النهاردة هنتكلم عن حاجات كتير قوي في موضوع زراعة الاسنان اولا ايه هو علم زراعة الاسنان ومن ام تبتدى والتطور بتاعه مش بشكل عامل ازاي انواع الزرعات وايه الفرق ما بين الزراعة والتانية انواع الفرق ما بين الزرعات في الموضوع المادي وده موضوع مهم جدا والاسئلة الاكتر انتشارا على مدار العالم كله ليه الزرعة دي اغلى من الزرعة دي والعيان بيتكلم ان هو عمل زراعة وعيان تاني يقول له انا عملت بارخص او بتكلفة اقل او كلام ده كله فاحنا النهاردة عايزين نعرف ايه الفرق او ايه هي الفرقات ما بين انواع الزرعات وليه في زرعة غالية وليه في زرعة رخيصة وليه في زرعة ممكن يحصل فيها مشكلة وطقة وايه اللي يخلي الزرعات بطقة وايه اللي يخلي ان الزرعات يحصل فيها فشل وايه الحاجات اللي بتساعدنا على ان الزرعات دي تنجح وتبقى مستمرة معايا هل الهدف من الزراعة ان هو شكل تجميلي ولا هل الهدف من الزراعة ان انا عايز احصل على حاجة اكل عليها طالما قلنا إن الزراعة أفضل من التركيبات في الحلقات السابقة إن إحنا لازم نقدر إنه إحنا النهاردة نقول إيه الفرقات وإيه اللي تخلي إن الزراعة نجحة وتعيش معايا سنين وسنين 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 من غير ما يحصل فيها أي مشكلة تعال نبدأ الحلقة النهاردة بتاعتنا على أول جزئية خالص وهي إيه هي الزراعة زراعة الأسنان هو عبارة عن مصمار من التايتينيوم تم تصنيعه بطريقة معينة وتم معالجته بطريقة معينة عشان يقدر يتحط في عظام الفك وابدأ بعد فترة معينة من التقامه مع العضل إن أنا أركب عليه الكراون عشان أقدر أحقق عملية المضغ أو أحافظ على إن الأسنان ما يحصلش فيها تقارب ويحصل لمشاكل طيب إذن قلنا إن الزراعة هو عبارة عن مصمار تايتينيوم بيتحط في عظام الفك وابدأ إن أنا أحمل عليه بعد فترة معينة عشان أقدر أحقق عملية المضغ الزراعة هو علم كبير جدا وواسع جدا والمعلومة الصغيرة جدا إن ما ينفعش إن الطبيب يقدر يعمل الزراعة غير لما يكون على ضراية كاملة بالموضوع ملم بكل حاجة في الزراعة الزراعة لازم يكون الطبيب ملم بكل حاجة في علم الزراعة ما ينفعش الطبيب يقول إن أنا هعمل للعيان زراعة غير هو متخصص أو على الأقل يكون على ضراية كاملة بكل أنواع الزراعات الزراعة عبارة عن تخصص لازم اللي هيقوم بيها يكون دكتور على ضراية كاملة ودكتور متخصص في الموضوع لأن علم الزراعة هو علم كبير جدا وعلمه متشعب له أفرع كتيرة وله كلام كتير هنتكلم فيه باستفادة هنيجي نتكلم إن أنا دلوقتي قررت أنا دلوقتي قررت إن أنا أروح أعمل زراعة إيه الحاجات اللي أنا المفروض إن أنا أبقى أعرفها وإيه الحاجات اللي أنا أبقى مستوعبها الحاجات اللي أنا المفروض إن أنا أبقى أعرفها والحاجات اللي أنا أبقى مستوعبها هي رقم واحد الزراعة دي نوحها إيه و هتتعامل في خلال وقت قد إيه و هحمل عليها إمتى و هاكل عليها إمتى و نوع الزراعة دي إيه و فرق ما بينها و ما بين حاجات تانية تعال نتكلم بشكل واسع بقى أكتر و نستفيد شوية في علم الزراعة أنا دلوقتي مريض قررت أن أروح لدكتور و قلت له بعد إذن حضرتك أنا عايز أعمل زراعة أسنان إيه أول معلومة أول حاجة لازم أبقى أنا فاهمها يبقى أول حاجة لازم أبقى أنا صريح جدا مع الدكتور و أحكي له كل ما هو متعلق بالصحة العامة بتاعتي سواء كان الحمد لله أنا ما عنديش أي أمراض مزمنة أو لقدر الله أنا عندي أي أمراض هتعوك أي حاجة بالنسبة للخطة العلاجية بتاعتي يبقى رقم واحد في موضوع الزراعة هو أول حاجة معرفة الصحة العامة بتاعتي هي إيه؟ رقم اتنين الخطة العلاجية والتشخيص الصحة هو أكتر من حوالي 90% من نجاح عملية الزراعة إن أنا أشخص صحة وأبدأ أعمل خطة علاجية محترمة بحيث إن احنا نمشي على أسس صحة الخطة العلاجية وهي كالتالي إن أنا لما أعرف رقم واحد الجزء بتاع العامل الصحي بالنسبة للمريض رقم اتنين إن أنا أعرف عملت الأشعة والأشعة المطلوبة في موضوع الزراعة هي الأشعة ثلاثية الأبعاد للعضم أنا دلوقتي عايز أعمل أي زرعة في الفك بتاعي رقم واحد لازم أعمل أشعة ثلاثية الأبعاد في المكان اللي أنا هعمل فيه الزراعة لأن هي بتحددلي الأبعاد التلاتة للعضم ليه الأشعة ثلاثية الأبعاد مهمة جدا في موضوع الزراعة أنا عندي أجزاء المفروض إن أنا ما ينفعش إن أنا أقرب منها في عظام الفك في فوق في عندي الجيب الأنفي ما ينفعش إن الزرعة تخترق وتخرم الجيب الأنفي وتبقى جوه الجيب الأنفي ما ينفعش إن الزرعة تحت في الفك السفلي في عصب ماشي بيغزي المنطقة دي ما ينفعش إن أنا أو القنال العصبية اللي موجودة في المكان دوت ما ينفعش إن الزرعة تغبط في القنال العصبية أو يبقى في مشكلة عندي فالأشعة ثلاثية الأبعاد بتحمينا بتحمي الطبيب وبتحمي المريض من الأضرار اللي ممكن تحصل هي بكل بساطة لو جينا تكلمنا عن أشعة ثلاثية الأبعاد بكل بساطة هي بعد ثلاثي للعضم إن أنا بجيب العضم من الاتجاه من الطول لتحت وبجيب الاتجاه من اليمين للشمال وبجيب البعد الثالث اللي هو ما بنقدرش نحدده غير بالأشعة اللي هي كوم بيم سي تي ثلاثية الأبعاد اللي هو إزاي هي قريبة من منطقة ما ينفعش إن الزرعة تبقى بجنبها زي الجيب الأنفي أو بعد الأسنان عن بعضها بطريقة معينة أو العصب أو الأعصاب اللي ماشية في العضم من هنا بعد ما بنوصل لمرحلة إن أنا عملت الأشعة ثلاثية الأبعاد بدأ الدكتور إن هو يعمل الخطة العلاجية بتاعته فيش حاجة اسمها إن أنا خدت الأشعة يلا دلوقتي قعد حالا هحط الزرعة لازم بعمل خطة علاجية محترمة ما بين إن أنا المكان ده هينفع يتحط فيه زرعة وهعرف هعرف أركب على الزرعة المعلومة دي أهم معلومة في طب الأسنان وللأسف أنا بيجي لي مشاكل كتيرة جدا من ناس عملت زرعة وللأسف مش عارفة تركب الدكتور عمل الزرعة وفي مشكلة في التركيب لأنه هو ما عملش خطة علاجية سليمة مش معنى إن أنا حطيت الزرعة ومسكت في العضم إن أنا كده قديت المهمة أنا قديت نص المهمة نص المهمة في الزرعة النص التاني بيتحقق لما أعرف أركب عليها الطربوش ما فيش حاجة اسمها إن أنا حققت مهمتي في إن أنا زرعت ومعرفتش أركب خلاص كده معناها إن الزرعة دي معرفتش أركب عليها هبدأ ألجأ لحلول تاني عشان أعرف أركب عليها هستأذن حضراتكو في حاجة مهمة جدا 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 لازم خطة علاجية محترمة من البداية عشان أقدر أحقق أحسن نتيجة ممكنة من موضوع الزراعة زراعة الأسنان في العضم ما هي إلا 50% فقط من الخطة العلاجية الخطة العلاجية الصح إن أنا أقدر أحقق الوظيفة بتاعة التركيب على الزراعة الزراعة هو مصمار في العضم الوظيفة إن أنا أعرف أركب كراون أو تلبيسة على الزرعة عشان أعرف أكل عليها مش عشان أن الزرعة تفضل موجودة في العضم إن شاء الله بإذن الرحمن هيبقى فيه حديث كتير جدا عن موضوع الزراعة وهنتكلم بشكل مستفيد وباستفادة كاملة تماما عن موضوع الزراعة في النهاية أحب أشكركم وكنت مستمتع جدا معاكم في حلقة من حلقات كشف مستعجل تظرونا في الحلقة القادمة شكرا اشتركوا في القناة